أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري للشرق الأوسط أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يستمر في تحويله البلدات الجنوبية إلى أرض محروقة غير مأهولة يصعب العيش فيها بإطلافه مساحاتها الخضراء الصالحة للزراعة بالقنابل الفسفورية الحارقة وتدمير المنازل وتسويتها بالأرض وقتل المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي وقال الرئيس بري نحن من جانبنا لا نريد الحرب ولن ننزلق إليها لكن من حقنا الدفاع عن النفس بكل ما أوتينا من قوة وإمكانات ولن نتدخر جهدا لتأمين مقاومات الصمود لأهلنا في الجنوب لمنع إسرائيل من تهجيرهم واتهم الرئيس بري نتنياهو بأنه يضغط بالنار لجر لبنان والمنطقة لحرب كبرى وقال نحن من جانبنا لن ننجر ولن نقع في الفخ الإسرائيلية لا بل سنقاوم مخططه ونتمسك بقواعد الاشتباك ونطالب بتطبيق القرار 1701 وما على المجتمع الدولي إلا الضغط لتطبيقه على جانبي الحدود بإلزام إسرائيل بوقف خرقها الأجواء اللبنانية وطالب رئيس المجلس الولايات المتحدة الأمريكية بأن تمارس الضغط الكافي على نتنياهو لوقف عدوانه على لبنان بدلا من أن تتركه يبتزها ويشل قدرتها على التحرك لوقف العدوان ويتفلت من الضغوط لوقف العدوان معتبرا أن نتنياهو يستغل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الذي يدفع واشنطن إلى التردد في حسم موقفها للقيام بالضغط المطلوبة وضمان وقف النار والشروع بوضع تطبيق القرار 1701 على نار حامية